تتوالى الاتهامات لشركة التكنولوجيا بانحيازها ضد القضية الفلسطينية وحث في المحتوى المناصر لفلسطين والمنادد بالإبادة في قطع غزة آخر تلك الاتهامات كانت من خلال دعوة قضائية رفعها مهندس فلسطيني أمريكي كان عضواً في فريق التعلم الألي بشركة نيتال أمريكية لفصله من الشركة بسبب محاولة إصلاح أخطاء تقنية تتسبب في حجب منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام واتهم المهندس شركة المالكة لمنصة فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريتز بالتحيز في تعاملها مع المحتوى المتعلق بفلسطين وحث فيها اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت لوفاة أقارب لهم في الحرب على غزة كما أجرت الشركة تحقيقات في استخدامهم صوراً للعالم الفلسطيني من جانبها تحاول الإدارة الأمريكية الضغط على شركة التواصل الاجتماعي العملاقة لتكثيف جهودها في الحد من انتشار المحتوى المعادل إسرائيل على منصاتها المبعوثة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معادة السامية ديبورا ليبستاتس اجتمعت الأسبوع الماضي مع ممثل الشركات العاملة في المجال الرقمي منها ألفابيت وميتا ومايكروسوفت وتيك توك وإكس مطالبة بتعيني عضو في فريق السياسة التابع للشركات للعمل على القضية وتدريب شخصية رئيسية لرصد ما وصفته بمعادة السامية من جانبه حذر الاتحاد الأوروبي متمثلاً في مفوض الشؤون الرقمية الأوروبي شركة التكنولوجيا من عقوبات قانونية إذا لم تحذف المحتوى المؤيدة للمقاومة الفلسطينية بناء على قانون الخدمة الرقمية لدى بروكسل الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي وكانت منظمة هيون رايتس ووتش قد اتهمت شركة ميتا في تقرير لها بإسكاة الأصوات الداعمة لفلسطين في أكثر من ستين دولة على منصة إنستغرام وفيسبوك بشكل متزايد من خلال سياسة وأنظمة الإشراف على المحتوى المنظمة الحقوقية أشارت في تحليلها لألاف الوقائع إلى الإزالة غير المبررة للخطاب الفلسطيني وقمعه بما يشمل التعبير السلمي الداعم للقضية الفلسطينية والنقاش العام بشأن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني ألاف النشطين على منصات التواصل ما زالوا يشتكون من تعرض منشورتهم المؤيدة للفلسطينيين للحجب أو الحذف في وقت تمارس فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي المذابح بحقهم منذ ثمانية أشهر